بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله وعلينا معهم يا رب العالمين وتب علينا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وحققنا بحقائق أهل القرب واسلق بنا مسالك أهل الجزء بحمد الله بدأنا في شرح الحزب الكبير حزب البر لسيدي علي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه بالأمس ويبدأ الحزب نقرأ ما شرحنا بالأمس دون تعليق ثم نبدأ فيما نشرحه اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح فأنه غفور الرحيم بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ألف لامرا كاف ها يا عين صاد حاميم عين سي ينقاف رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقفنا عند هذا الحد بالأمس ثم يشرع بعد هذه البداية الموفقة من الآيات القرآنية العظيمة التي فيها البشارة وفيها التعريف بالله عز وجل والتعريف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب أن يحكم الله بحكمه والله سبحانه وتعالى حكمه فيه اللطف بعباده بدأ يشرع في الطلب وهذا ليبين لك أدب الدعاء الأول تقديم البشارة والثناء على الله وذكر النبي وهو الواسطة صلى الله عليه وسلم ثم تشرع بعد ذلك تطلب ما تشاء فقال اللهم واللهم للطلب للدعاء وقيل أنها اسم الله الأعظم اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف ربنا لما خلق الإنسان قال إيه إنه إيه ظلوما جهولا لما قبل الأمانة فيبقى وصفاه بالجهل وهو إنسان فقال اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف يبقى الجهل صفة إيه العبد العبد جاهل جاهل ليه لأنه مشغول عن العلم والحقائق بما ركز فيه من ضعف وشهوات وعجلة وغفلة كل هذه الأشياء تكون أدوات الجهل الضعف والغفلة والشهوة والرغبة والافتقار كل هذا يجتمع مع بعضه يجعلك جهول اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف ومعروف بمعنى موصوف وأنت بالعلم موصوف يبقى إيه يبقى تنويع في العبارة بدلا ما يقول أنا بالجهالة موصوف وأنت بالعلم موصوف تكرير العبارة ودي من حسن إيه اللغة إن اللغة العربية فيها عبارات كثيرة تؤدي نفس المعنى تمنع من الملل من تكرار نفس العبارة فبيعلمك برضو الفصاحة في الدعاء حتى لا تكرر نفس العبارات لأن معروف وموصوف معنى واحد وأنت بالعلم موصوف سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك لأن ربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك يعني أنظر إلى جهلي نظر الرحمة حتى تغطي جهلي برحمتك فيتحول الجهل إلى علم وعلى شك كده كان يقول لك إيه في الحكم العطائية تحقق بوصفك يغطيك بوصفك تحقق بوصفك لو تحققت بالإيه بالجهل علمك لو تحققت بالعجز أقدرك لو تحققت بالافتقار أغنيك لو تحققت بالغفلة ذكرك فذكرك اذكروني أذكركم وعلى شك كده يقول إيه فكما وسعت جهلي بعلمك فسع ذلك برحمتك حتى يتحول الجهل إلى نقيده لأن الرحمة تأتي إلى الصفة السلبية تحولها إلى صفة إيجابية الرحمة فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لي إنك على كل شيء قدير كأن الجهل يستتبع الغفلة والغفلة تستتبع المعصير فطالب الغفران واغفر لي إنك على كل شيء قدير ثم ينادي الله سبحانه وتعالى بأسمائه المستوجبة لأثارها يا الله الإسم الإيه؟ الأعظم الكامل الذي يشمل بكل الأسماء يا مالك إذا كان الله مالك يبقى ملكني فلما يطلب كل اسم بيطلب أثر فيه يظهر أثر فيه يا الله يا مالك يا وهاب يبقى طلب أن يملك لأنه عبد فقير وطلب أن يوهب لأنه لا يملك شيء وطلب من الله الذي يجمع كل الكمالات الإسم الجمع لكل الكمالات يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك ما قالش هب لي أبهب لنا لماذا؟ لأن في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في الفتحة لما تقرأ حتى لوحدك تقول إهدنا الصراط المستقيم تتيمنا بالقرآن جمع فلما جمع يشمل كل من إيه من كان محبا له على طريقته بل يشمل الأمة كلها لأن في الفتحة المفروض لو أنت اللي بتألفها كتقول إيه إهدني الصراط المستقيم ولما نصلي جماعة نقول إهدنا طبعا ما تصلي منفارد ليه بتقول إهدنا برضو فهمت بقى؟ يبقى هو تيمنا بذلك حتى يكون دعائك دعاء جامع يشمل الأمة وكلما كان الدعاء جامع يشمل الأمة كان أرجى للقبول لأن في وسط الأمة أولياء يستحقوا إجابة الدعاء وربنا سبحانه وتعالى من كرمه لا يقبل لأحد ثم يترك الآخر فهم القوم اللي يشقى بهم جلسوا فأدخل الأولياء والصالحين معه فينا الجامع حتى يقبل الدعاء من أجلهم فيكرم بهم وده تعلموا منين؟ يتعلموا من القرآن هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك لأن أحيانا تأتي بعض النعم تكون سببا للبعد لا هو يطلب النعم التي تكون سببا للرضا والقرب ليست النعمة الحاجبة بل النعمة الموصلة هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك واكسنا كسوة تقنا بها من الفتن في جميع عطاياك اكسنا يعني غطينا استرنا بكسوة بغطاء رباني تقين به من أن نفتن بالعطايا عن المعطي وبالنعمة عن المنعم واكسنا كسوة تقنا بها من الفتن في جميع عطاياك والفتنة هو أن تستعمل العطاء الإلهي في معصية الله فلا تؤدي حقها وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به بها هنا تعود على الكسوة وقدسنا بها بالكسوة الكسوة الربانية التي تغطي عوراتك وجهلك وغفلتك وشهوتك وكل ما يحول بينك وبين الوصول إلى المقامات العلي وقدسنا يعني نزهنا فالتقديس هو التنزيه من كل نقص وقدسنا بها أي بهذه الكسوة الربانية عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عن من سواك يا الله يا عظيم ثم أيضا يعيد النداء مرة أخرى ليستجلب آثار الأسماء يا الله يا عظيم يا علي يا كبير يبقى أثر العظمة إن يعظم نعمة الله في عينك ولذا كان النبي يجل النعمة وإن دقت فكان يعظم كل النعمة فإذا أنعم عليك بدقيق النعم وبكثير النعم فلا تستقل النعمة والإن دقت لأنها جاءت من عظيم فعليك أن تعظم كل النعم يا علي حتى تعلو عن كل ما يأخذك إلى البعد عن مولاك يا كبير حتى تتكبر على غفلاتك وشهواتك وعلى ضعفك وعجزك مستمدا من أثر اسمه الكبير وعلى شيطانك نسألك الفقر مما سواك لأن الافتقار إلى الله هو علامة العبودية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد ويأكل وهو جالس على الأرض ولم يأكل على إخوان قط عرد عليه أن لا يجوع وأن لا يحتاج شيء قال أريد أن أجوع فأصبر وأكل فأشكر يبقى الفقر إلى الله ده في حد ذاته وشعورك بالافتقار إليه ده من كمال العبودية وعلى شك كده لكن نقص العبودية أن تفتقر لغير الله ده نقص في العبودية على شك كده بيقول إيه ونسألك الفقر مما سواك كل ما سوى الله الافتقار إليه وعين الفقر والافتقار إلى الله وعين الغنى نسألك الفقر مما سواك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإذا جئته من باب الفقر أغناك إنما الصدقة إيه للفقراء فإذا كنت مفتقر إليه أغناك وتصدق عليك نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك يعني حتى يكون غنانا بك لا بنعمك الغنى بك لا بنعمتك الغنى بك مش تستغني بالنعمة فإذا زالت تفتقر وتيأس لا أنت غنى بالله مش غنى بالنعمة عُرِض على النبي صلى الله عليه وسلم جبال مكة تبقى في يده ذهب وفي يده غيره تراب أبد لأن غنى بالله لو كان غنى بالذهب يذهب لو كان غناه بالذهب يذهب ولو بالفضة انفض ولكن الغنى بالله لا يزول على شكراً والغنى بك لا ولم يقل الغنى بنعمك مرتبط اليهود الغنى بالنعمة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مش كده برضو يبقى كأن الوصول إلى الله عن اليهود عن طريق النعمة فشكرهم بالنعمة فإذا زالت النعمة زالت شكر أمة النبي أرقى أمة النبي غنىها بالله مش بالنعمة فحتى لو زالت النعمة ما زالوا مستغنين بالله وقال شكراً ربنا سبحانه وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون شكروا لله ما قالش شكروا نعمة الله هو تدرج في صورة النحل صورة مكية قال لهم إيه قال لهم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدماء والرحمة الخنزير وما أهل لغير الله به فما يدرغي ربان ولا عدم فلا إيه فإن الله غفور الرحيم مش كده برضو دي في النحل النحل مكية كأنه بيدرج لسه المسلمين حديثي عهد بإسلام لما استقر الإيمان في قلوبهم بقى غنىهم بالله فييجي في صورة البكر يقول لهم إيه قول لهم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ما قالش بقى بإيه بالنعمة أشكروا لله درجة تانية مرتبة أعلى طيب تدرج بهم انتقلت الأمة من حال سائر الأمم وهي شكر النعم إلى أمر خاص بها وتميزت بها لأنها خير أمة أخرجت للناس أنها تشكر المنعم حتى ولو زالت النعمة فهو بيبين هذا المعنى فبيقول إيه والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك فلا ركون للنعمة ولا يأس عند زوال نعمة فإذا زالت النعمة لا نيأس وإذا جاءت النعمة لنركن إليه والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك والطب بنا فيهما فيهما اللهم أيين؟ في الفقر والغنى الفقر إلى الله والغنى بالله في الحالة دول والطف بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن ولاك يعني ألطف بنا لطفا عظيما في هذه المقامات العظيمة حتى لا نركن حتى للمقام فخذنا من المقام إلى المقيم ومن الحال إلى المحيل بالرغم أنها مقامات شريفة الفقر إلى الله والغنى بالله مقام شريف لكن مع لطف الله لا تركن للمقام تركن للذي أقامك ولا تركن للمقام والطب بنا فيهما أي في مقامي الفقر إلى الله والغنى بالله لطفا علمته يصلح لمن ولاك لأن الأولياء لا تركن إلا لمولاها لا تركن للنعمة ولا تركن لمقام ولا تركن لحال ولا تركن لأي شيء مهما كان هذا الشيء عظيم بل تركا لمولاها والطبنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك واكسنا جلابيب العصمة اكسنا برضو جاء ايه من الكسوة ووسطة جلابيب جمع جلباب والجلباب والكساء ايضا العصمة والعصمة هو الحفظ من الوقوع في المخالفات واكسنا جلابيب العصمة في الانفاس واللحظات ييجي بعض الناس الجاء لك ده بيطلب العصمة والعصمة لا تكون الا لنبي لا يا سيدي ما ربنا إلينا عتاصمه بحبل الله يعني طلب مننا ان انا نعتاصم ونطلب العصمة لان العصمة اذا نسبت للنبي لها معنى واذا نسبت للولي لها معنى فكله يأخذ منها حظه طلب العصمة لان طلب العصمة ايه ده شيء مطلوب لان العصمة تعني الحفظ فإذا كانت لنبي تكون عند النبي طبيعة فيه بحيث أنه لا يحدث نفسه بالمعصية أصلا وإذا كانت في الولي حتى لو حدث نفسه بالمعصية لا يقع فيها يبقى اسمها حفظ فالعصمة للولي حفظ وأشكر وكسونة جلابيب العصمة هل بقى في كل حاجة؟ لا أقل حاجة تدل على حياة الإنسان أنه في نفس وأشكر قال إيه؟ وكسونة جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات يعني بحيث أنك لا تعصى ربك ولو في نفس ولو في لحظة إيه هي اللحظات؟ اللحظات هو ما تراه بخارج العين اللي هو مجال الرؤية اللي هو مجال الرؤية بتاع الدنيا يسموها الملاحظ خارج العين الأبياد اللي خارج العين دا اسمه الملاحظ والبياد اللي دخل العين بعد السواد اسمه المآقي شوف اللحظات جاية من الملاحظات كلما لاحظت شيء لا تتمناه فلا تنظر لنعمة في يد أخيك لأن العصمة تمنعك أن تتمنى ما في يد أخيك فلا تنظر إلا لمولاك فلا تنظر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى والنبي كان إذا رأى شيء يعجبه من زينة الدنيا يقول لبيك اللهم لبيك إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر صلى الله عليه وسلم هو بقى يقصد هذه الحالة الحالة النبوية الشريفة إنك أنت تتقمصها تتحققها يكون لك حظ منها واكسنا جلبيب العصمة في الأنفاس واللحظات واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات يبقى اللحظات قد تكون أجزاء الزمن لحظة وقد تكون أجزاء المرائي فهمت اللي هو مجال الرؤية يعني اللحظات إما تكون جاية من لحظة أو جاية من ملاحظة فإن كانت من لحظة فيجزء الزمن وإن كانت من الملاحظة يبقى ما يرى في الأكوان لأنك طول عمرك كنت ماشي في الأكوان بترى نعم كثيرة فلا تلتفت إلى هذه النعم ولا تنشغل بها ولا تتحصر لأنها ليست عندك فهمت فلا تطلب المفقود ولا وردة بالموجود واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات يعني مفتقرين لك في جميع حالاتنا يعني مش مجرد أن يدي لك النعمة خلاص بقى ما فيش يا رب يا رب لأنك بقى ما عنت معك بقى معك الصحة ومعك المال ومعك المنصب ومعك الجاه هتقول إيه بقى؟ هتقول لي يا رب لا ده هو عايز بقى إيه؟ إنك تبقى عبد لله في كل الحالات سواء كان أنعم عليك بالمنصب أو الجاه أو النعمة فيبأ افتقارك للمولاك لا لمنصب ولا لجاه ولا لنعمة واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات زي ما سيدنا يا موسى يقول إيه؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني ما زلت عبي أعبد لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات علمنا من لدنك لأن العلم اللدني هو العلم المفيد إنما العلم الكسبي حج عليك العلم الكسبي هو اللي بتتعلمه من كلام العلماء أحكام كذا والقواعد والأصول والفقه والفروع وعلوم الدنيا كل دي علوم حج عليك يعني لو لم تعمل بمقتضاها عاقبك الله بها لكن العلم اللدني من الله اللي العلم الذي يتفجر في القلب من معرفته من الثقة به من التفويد إليه والتوكل عليه والرضى بقضائه والإقبال عليه ومواساة الآخرين وحب الخير للآخرين هذه دي كلها علوم لدنية كوة القلب تجد إن العلوم اللدنية دي بقى حج ليك مش عليك ترقيك الشاكر قالوا إيه وعلمنا من لدنك علما يبقى علما من عندك إنت يجي لنا بالرحمة لأن العلم اللي جاي من أفواه العلماء علم جاي بإقامة حجة فيبقى في الحالة دي يجي يوم القيامة يكون من ضمن أسباب عذابي إن سمعت وما عملتش به فهمت؟ على الشاكر قال إيه مش أي علم علم لدني فالعلم لدني هو علوم القلب وعلوم القلب هي العلوم التي الزرة منها تعدل جبال من أعمال الجوارح يعني زرة من التوكل تعدل آلاف الركعات من قلب غير متوكل وعلى الشاكر يقوله علمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممال فالعلم اللدني هو الذي يكملك وهو الذي يرقيك اللهم أنت الحميد الحميد بمعنى الحامد والمحمود يعني فعيل بمعنى فاعل ومفعول تملي فعيل بمعنى إيه فاعل ومفعول اللهم أنت الحميد يعني الحامد والمحمود الحامد يعني الذي يحمد من إيه يحمده والمحمود الذي يستوجب الحمد اللهم أنت الحميد الرب المجيد برضو إيه الماجد المجيد جاي من المجد الرب المجيد الفعال لما يريد كل ده بيستوجب من هذه الصفات إن الله حميد فيحب الحمد ويحب المحمود فاجعلني محمودا حامدا رقيني إلى هذه الحالة حتى أكون حامد ومحمود من بركات اسم الحميد المجيد حتى أكون ماجد وممجد لأن مجدك بانتسابك لربك ولمولاك إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الفعال لما يريد إذا أردت ذلك يا ربي حتى ولو لم أكن أهلا لذلك أنت قادر أن تجعلني أهلا لذلك يعني حتى ولو كنت أنا غير أهل لذلك فأنت قادر وفعال لما تريد ذلك فلا يعجزك شيء كأن الختامات دي كلها ختم بيختم على أسباب قبول ما سبق من ما يستوجبه أسماء الله عز وجل تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزننا كذلك تعلم إيه اللي فرحنا وإيه وإيه أسباب الفرحنا وتعلم كذلك ما يحزننا وأسباب حزننا والفرح في منه ممدوح وفي منه إيه مزموم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه إن الله لا يحب الفرحين آه ده مزموم يبقى فيه فرح مزموم إن الله لا يحب الفرحين يعني الفرحين بالنعمة الغافلين عن المنعم لأن الكلام ده فقارون فرح بالنعمة وغفل عن المنعم يبقى الفرح بالنعمة والغفل عن المنعم ده فرح مزموم لكن ربنا قال إيه فرحين بما آتاهم الله من فضله يبقى ده فرح محمود يبقى فيه فرح محمود وفيه فرح مزموم في القرآن كده في فرحين فرح مزموم وفرح محمود الفرح المحمود فرحين بما آتاهم الله من فضله شوف هو فرح ايه لأن الشيء ده جاي له من الله فهو عزيز على قلبه لأنه جاي من العزيز الحبيب المحبوب لكن لما يفرح بالنعمة ياخد النعمة بس ويجري مع المولاه ولا يلجأ لمولاه يبقى ده فرح مزموم زي أعزكم الله الكلب الكلب ايه تدي له اللحمة ولا العظمة ياخدها ويجري فرحان بيها ويقعد يكلها لكن المحب تدي له يقعد لازق جنبك هو مش منتظر النعمة هو عايز القرب فقط هو القرب بها تهمت؟ تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزننا كذلك وبرضو في حزن ممدوح وحزن محمود الحزن الممدوح هو الشفقة والخوف من الله إجلالا وتعظيما والحزن المزموم هو الحزن الذي يؤدي إلى اليأس من رحمة الله وتعلم حزننا كذلك وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا أوجبت يعني قدرت وفردت وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد لأن لا رد لقضائه ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد لو كان إرادتك وقضاءك جاء بالتأييد تحول النعمة تحول الابتلاء والبلاء إلى منحة ربنا قدر على إنسان المرض لما يجي المرض بتأييد من الله يجي المرض بالصبر والرضا يوم ربنا يثيبه على صبره على مرضه ما لا يثيبه على شكره على نعمه إنما يوفى الصبرون أجراءهم بغيره لكن لو جاء المرض والابتلاء بغير تأييد من الله يبقى مع الجزع ومع النواح ومع البكاء ومع اليأس ومع الانتحار فلا يتحمل يبقى العبرة كلها مش بالقضاء لأن القضاء لا رد فيه لكن القضاء لو جاء بتأييد من الله تحول كل قضاء إلا إلى خير على شكره بيقول هنا إيه ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد اللي هو لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة فيه نفس المعنى لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطفة نفس المعنى ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد والروح هنا معناها النية الصحيحة والهمة العلية والمعرفة في القضاء أنه من القاضي سبحانه وتعالى الذي يقضي بحق ويقضي برحمة ويقضي بلطفة بروح من عندك فيما تريد أولياءك ورسلك وخاصة تصدقين من خلقك ورسلك وخاصة تصدقين من خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم ثم ختم بهذه الآية العظيمة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فهنيئاً لمن عرفك فردية بقضائك يبقى إيه الرضى بقضاء الذي عبادة عظيمة وشكراً النبي كان يقول لهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك كان النبي علمنا الدعوة فهنيئاً لمن عرفك فردية بقضائك فالرضى بقضاء الله من علامات الإيمان والويل لمن لم يعرفك الويل يعني العذاب والثبور وسوء الإيه العاقبة والويل لمن لم يعرفك يعني لمن لم يعرف ربه بل شوف حرف إضراب بل بتضح أن فيه ويل أشد من هذا بل الويل ثم الويل لمن أقرب عن حدنيتك ولم يرضى بأحكامك يعني العقوبة الأشد تكون للي عرفك ولم يقبل أحكامك طيب اللي معرفش اسمه معرفش اسمه جاهل لكن اللي عارف ده وبعدين يرد الأحكام على الله ده يبقى له ويلان ويل المعرفة وويل عدم العلم بمقتدى المعرفة إنما الأولاني ويل الجاهل بس وعلى شكرة شوف بيبين لك إن معرفة الله بتستوجب مسئولية بل الويل ثم الويل لمن أقرب وحدانيتك ولم يرضى بأحكامك يقول أشهد أن لا إلى محمد رسول الله وعيش مسلم لكن إيه غير قانع بالأرزاق غير قانع بقدر الله في العباد غير قانع بقدر الله فيه غير راضي بقسمة الله له آه يبقى دافي ويلان ويل عدم الرضا وويل إيه رد القضاء على الله مع معرفته بمولاه اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا حكمت عليهم بالذل لك فعزوا بك فالذل لله والتزل له هو عين العز حكمت عليهم بالذل يعني إيه يعني أردت منهم أن يزلوا لك فجعلتهم مفتقرين لك في كل أحوالهم لا يستغنون عنك طرفة عين فالحاجة زل والعبد حاله الافتقار والحاجة فعكمت عليهم بالذل لكونهم محتاجين كل شيء ومفتقرين لكل شيء حتى عزوا بمعرفتك فاستجلبوا منك محتاجوا فالعزة أن تكون حاجتك عند مولاك وحكمت عليهم بالفقد حتى وجد الفقد أنك أنت لا تملك شيء الفقد هو الفقر فإذا وجدت الله وجدت كل شيء وجدت الغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا أو بالفقد عن شهواتهم فوجدوا معرفتك والفقد عن غفلاتهم فوجدوا إيه؟ ذكرك والفقد عن جهلهم فوجدوا علمك والفقد عن عجزهم فوجدوا قدراتك فأقدرتهم وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك فكل عز يكون سبب أننا أمتنع به عن اللجوء إليك بدله يا رب مش عايزه أي عز يحجبني عنك أنا مش عايزه فكل عز يمنع دونك أن يحجبني عنك فنسألك بدله ذلا إليك تصحبه لطائف رحمتك أي تجعل هذا الزل إليك مصحوبا بالرحمة فلا أي أسمعه ولا أبأس به بل أرضى به وأستغني به وكل وجد يحجب عنك يعني كل وجد من الوجود وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك لماذا؟ لأنه ظهر قد ظهر السعادة على من أحببته ظهرت السعادة على من أحببته في الدنيا بالرضى بالإقامة والشكر على الإقامة والقيام بحق الله ومعرفته فظهرت السعادة على من أحبه الله فتجد أهل أهل المحبة مشغولون في طاعة مولاهم مع تغير أحوالهم قد ظهرت السعادة على من أحببته لأن السعادة في الرضى واليقين كما بيّن النبي السلسل السعادة في الرضى واليقين والشقاء في السخد والدجر فتجد أهل الرضى واليقين هم أهل السعادة وأهل السعادة لول أحبهم الله فظهرت عليهم بالرضى واليقين لكن لما تقعد مع أهل الشقاوة تجدوا عنده سخط وضجر مش راجب حاجة ولا صبر على حاجة وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه يعني ملكته الدنيا فملكت قلبه فافتقر إليها فشقي من أجل طلبها فهب لنا من مواهب السعدة فهب لنا من مواهب السعدة يعني أعطينا من مواهب السعداء والسعداء بيعطوا رضا ويقين رضا ويقين هي دي مواهب السعدة إن كل شيء يأتي من الله يكون مصحوبا بالرضا واليقين فهب لنا من مواهب السعداء وعصمنا من موارد الأشقياء اللي هي كل ما يأتي من الله يصاحبه السخط والضجر دي موارد الأشقياء الناس يقول لك عنا عارفين نعيش اللي مش عارفين إيه مش عارفين الدنيا غلر مش عارفين رب العيال مش عارفين نعيش كل حاجة مش 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 وهو تروح بيته تلاقي بيته في التلاجة وعربية خاصة ما للمحتوطة قدام وعنده دولابه دوم صيفي ودولابه دوم ستوي وعنده خزين وعنده يقول لك مش عارفين نعيش الله ده انت ولا هارون الرشيد ده هارون الرشيد علشان ينام في الهوى كان يجيب عبيد يعود يهوى عليه وانت تشغل اللي الوروحة واخد بالك وتنام ويمكن التكيف كمان وتنام ازاي مش عارف تعيش كانوا يبردوله المية ولا يعملوله ايه واخد باله وقاله علشان يستحمى انت بالسكان تزبط بالخلاط ينزل الدش اخ الجمال في لحظة يعني انت عايش عيشة ولا هارون الرشيد عايشة واخد بالك ومن الرغم كده مش عارفين نعيش اه يبقى هو ده الكفران الكفران اللي يستوجب زوال النعم كيف وعلى شكرة بيقول ايه وعصمنا من وارد الاشقياء ونقف عند هذا الحد نكمل غدا ان شاء الله اللهم حققنا بما سبق يا رب العالمين ببركة صاحب هذا الحزب المعظم يا اكرم الاكرمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير